إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الأهم في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام مرحبا بكم إخواني الكرام في إطار التعريف بسؤالة الأرانيب اخترنا لكم اليوم التعريف بسؤالة شانشيلا إخواني الكرام فهذا النوع من الأرانيب كيتواجدوا منه ثلاثة الأصناف كالقاو صانشيلا العادية صانشيلا الأمريكية وصانشيلا العملاقة غالبا كالقاوها اللون واحد هو اللون الرمادي ونقدو نلقاوها باللون الأبيض أو اللون الأسود صانشيلا العادي كيتتراوح لوازن ديالها ما بين جوش كيلو ونص إلى ثلاثة كيلو ونص وهي كالتعتبر صغيرة الحاجم نسبيا مقارنة مع باقي الأصناف في سانشيلا الأخرى نوع من الأرانيب لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1919 ولكن العديد من الخبارات يقول بأن الأصل لهذه السلالة فهو فرنسي هي نتيجة تزاوج ما بين جوش دي السلالة الأرنب الهيمرايا والأرنب البيفران أما بالنسبة للشانشيلا الأمريكية فهذا الصينف أكبر حجب من الشانشيلا العادية تتراوح لوازن دياله ما بين 4 كيلو حتى 6 كيلو تم تهجين دياله بالولايات المتحدة الأمريكية بين نوعين من السلالة الأرانيب سانشيلا العادية والأرنب الفيضي سانشيلا العملاقة هو أكبر أصناف الثلاث سانشيلا كيتراوح وازن دياله ما بين 6 كيلو حتى 8 كيلو وهذا النوع من الأرانيب مهجن من أرنب الفلامينجي والسانشيلا الأمريكية إخواني الكرام من الأحسن إلا بغينا نربيه هذا النوع من السلالة فخاص يكون عندنا أقفاص ممتازة وكتوفر على فرشات التهاب العرقوب حيث هذا النوع كبير وبسهولة كيتقاس لنا بالتهاب العرقوب أما بما يخص عمادية الولادة أو الإنجاب كنلقوا اختلاف هذه السلالة بالثلاثة مثلا فانشيلا العادية تقدر تنجب لنا في البطن الواحد ما بين 6 إلى 8 خرانق أو فراخ أما بالنسبة لسانشيلا الأمريكية فاتقدر تنجب لنا في البطن الواحد ما بين 6 إلى 10 خرانق أما فيما يخص سانشيلا العملاقة فهي تاليد ما بين 8 إلى 12 فرخ أو خرانق فهذا النوع من السلالات فهو ممتاز وكيحظى بالاهتمام العديد من الموربيين كنلقوا عليه إقبال كبير من طرف الموربيين حيث سهل في التربية دياله وكيعطي مرضوضية أكثر مدة أقل للأسف الإخوان فكلقوا جوجة الأصناق في المغرب من هذه السلالة كنلقوا بسانشيلا العادية وسانشيلا الأمريكية أما بما يخص سانشيلا العملاقة فهي نادرة إخواني الكرام حلقة اليوم سالت كنت شمنتنا الإعجاب ديركم فمقانات مازالة مكنات المغربة رهما الإشارة ديركم أي استشارة أو اقتراح أو نقط بشرط أنه يكون بناء فباب القناة مفتوح لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته